توقعت وزارة الزراعة التونسية أن يتراجع محصول بلادها من الحبوب بنسبة 40% لينخفض إلى مليون واربعمائة ألف طن بعدما كان مليونين واربعة وثلاثين مليون طن خلال العام الماضي وتعول تونس على إنتاج الحبوب لتحسين صادراتها التي ترتكز أساسا على المنتجات الزراعية كالحبوب وزيت الزيتون والتمور وزير الزراعة التونسي سعد الصديق عزل انخفاضة إلى انحباس الأمطار وأشار إلى تسجيل زيادة في إنتاج الزيتون والخضار إلى حد الآن قيمة ما تم تصديره من زيت الزيتون كان في حدود 1250 مليون دينار والرقم هذا قابل للارتفاع وفوق حتى 1400 مليون دينار وهو رقم قياسي بكل مقييس هذا خلق الميزان التجاري يكون إيجابي بنسبة 38% ترجمة نانسي قنقر